حياكم الله من جديد أبرتين خبط والطيب ابن الفلاونزة وروح للصيدلية الفلانية لدوى مالتها رخيص وزين بهاي طريقة تواجه شريحة كبيرة من العراقيين أمراضها وهذا الشيء تولد نتيجة الواقع المتردي اللي تعيش المستشفيات الحكومية وإذا تدخل المكان رد هات الأمراض المزمنة فرح تسمع كلمات يرددها الناس الماء عنده فلوس يموت وفعلا هذا الكلام ما جاء من فراغ لأن أغلب مستشفياتنا الحكومية إذا تقلبها من الطول للطول ما تلقي بيها غير حبة البراسيتول والفلاجين والصوندة مال المغذي يعني جمع بكسر تظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن الحكومة المركزية في العراق أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة على الرعاية الصحية للفرد مبلغ أقل بكثير من دول أكثر فقرا من العراق إذ بلغ نصيب الفرد من هذا الانفاق 161 دولار وهو نصف قيمة ما مصروف للفرد في الأردن البلد الذي لا يملك نفط ولا موارد طبيعية فحصة الفرد بهذا البلد 300 دولار أما في لبنان البلد الذي يمر بحرب فحصة الفرد البي 600 دولار عجيب غريب أمر هذا البلد تنصر بيه واي أموال والمواطن يعاني من نقص العلاجات والمستلزمات الصحية بس إذا أكو ضمير وحساب وتردون تعرفون وين الخلل بهذا النقص والفساد فثقه ما يحتاج لا هيئات ولا لجان ولا غيرها بس يشوفوننا جماعة المشتريات بالوزارة ودوائر الصحة والمستشفيات والمراكب الصحية أول ما تعين الشملك وورا سنة مو أكثر الشملك وراح تعرفون وين الفساد ونقص العلاجات ترجمة نانسي قنقر